كرم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم 15 مدرسة حصلت على نتائج متقدمة في تقارير المراجعة والمتابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم 2018-2019 استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة بمدينة عيسى مديري ومديرات المدارس المكرمة التي حصلت على نتائج متقدمة في تقارير المراجعة والمتابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب وعرب الوزير عن الفقر والاعتزاز بما تشهده المسيرة التعليمية من تطور مستمر وانجازات مشرفة في ظل العهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه صن الحمد لله على تقدير امتياز في زيادة هيئة ضمان الجودة وهذه لم يأتي الامتياز إلا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادات وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي طبعا المدرسة حازت على تقدير تقدم كافي في زيارة المتابعة في مارس 2019 وطبعا ذي التقدم الكافي هو جهود جميع منتسبات مدرسة عراد على مدى عامين دراسيين لأن لو لا ذي الجهود ما قدرنا نتحدى تقرير السابق للمراجعة ونرخل التحدي ونطلع بالتقدم الكافي في جميع التوصيات من جانبهم أعربى مديرو ومديرات المدارس عن شكرهم للوزارة على توفيرها الدعم والإمكانات التي أسهمت في وصولهم إلى هذه النتائج مؤكدين تطلعهم إلى مواصلة مسيرة العطاء بكل جد وتفان لتحقيق المزيد من الإنجازات اليوم أثلج قلبنا لقاء سعادة الوزير وهذا تشجيع لنا علشان نواصل إن شاء الله في السنوات القادمة وفي هذا المقام أشكر أولا سعادة الوزير على الدعم اللامحدود كما أشكر إدارة التعليم الابتدائي كان الشرف لنا في تكريم المدارس التي تطورت طبعا في زيارة المتابعة وهذه فضل جهود جميع منتسبي المدرسة والدعم اللامحدود من إدارة التعليم الثانوي تمنياتي بالتوفيق لمدرسة التضامن الثانوي وكان سعادة وزير التربية والتعليم قد أشاد بما بذلته المدارس المكرمة من جهود مثمرة بتعاون جميع منتسبيها لارتقاء بعدائها في مختلف مجالات تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب وأكد اهتمام الوزارة بالتقييم الخارجي المحلي والدولي لتعزيز جهودها التطويرية بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية بالشكل الذي يعزز من مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة بجميع مراحلهم الدراسية ترجمة نانسي قنقر